في رسالة سرية بقى وده على جانب اخر للقيادي الاخواني وعضو مجلس شورى الجماعة امير بسام تم تسربها مؤخرا بيكشف فيها كواليس الفترة الحالية والبائسة اللي بيعيشها التنظيم بيقول القيادي الاخواني امير بسام في رسالته للتنظيم انه هنا انه في حالة انهيار تام فيه او انهيار تنظيمي تام فيه الشارع المصري وكذلك هناك حجم كبير من النفور العربي من تنظيم الاخوان وانه لم يتبقى لهم شعبية جانب من هذه الرسالة موجودة قدامنا على الشاشة بالمناسبة ويمكن هنسمعها بالصوت كمان وشاهدها الان بالصورة قال كمان ايه توقعتوا عايزين بس نستعد ان احنا هجبها من اولها وقال كمان توقعتوا ان تذهب وفود منا للسفارات المختلفة في الدول التي بها كثير من المهاجرين مثل تركيا وبريطانيا وغيرهما والتعامل اسود مش معنا للأسف طيبو التعامل مع السفارة على حسب موقفها من النظام المصري ونشرح ليهم الامر ونرسل رسالات للحكومات في هذه السفارات لكن هذا لم يحدث قال كمان توقعت حملات شعبية ووقفات على مستوى العالم امام السفارات المصرية ترفع لفتات ربعة والنهضة ولم يحدث توقعت اعلانات مدفوعة الاجر في كبريات الصحف عن حالة محمد مرسي وعن الشؤون الداخلية للجماعة ولم يحدث بس هم بيقول ايه بيقول ان الجماعة زورت انتخاباتها الداخلية وبيقول كنت اتمنى الرد على التساؤلات الخاصة بتزوير الانتخابات في بعض الاقتار وفيه الغاء انتخابات احد الاقتار خدوا لكم من كلمة الاقتار بس احنا بنتكلم هنا على امبراطورية كبرى دولة الخلافة بتاعت الاخوان يجلس على رأسها ماليزي من الوارد تركي ممكن في احوال اخرى وفي الاخر خلص الوطن مجرد حفنة من التراب زي ما بيقول مرشدهم المهم بيكملوا بيقول والرد على تكريس امر لم نعهده في الاخوان الا وهو استثناء المسؤول من ان تجرى عليه الانتخابات في سابقة كارثية في ادبيات الاخوان وبيكشف عضو مجلس شورى الاخوان عن حجم الاختلاصات المادية بسرقوا في بعض يعني انا وشألكم قبل كده محمد مرسي والله محمد مرسي بلغ عن ثلاث اجتماعات قبل ثورة 2011 قبل ثورة يداي هو شخصين كان مرشد عشان ينرد الامن السامي ما هو داخل البرلمان ازاي فوت ايه المهم كشف عن حجم الاختلاصات المادية داخل التنظيم تنظيم حرمية في بعضه يعني قائلا كنت اتمنى ان نبدأ امرا جديدا الى وهو الشفافية والمحاسبة في قضية انفاق اموال الجماعة ومن يتقاضون مخصصات مقابل التفرغ ومواصفات من يوظفون في مؤسسات تابعة للجماعة ومصاريف السفر والاقامة في الفنادق والتي في الغالب خمس نجوم على الاقل وامتلاك البعض لشقق سكنية باسمه ده كلام امير بسام عضو مجلس شورى الجماعة ده يفكرني بلما كنت انا ابراهيم جدو محب مونير زملائي الاعزاء في ليبيا وقابلنا نائب امير داعش في سيرت ولما سألت واتقابض عليك ازاي فلقيته بيقول لي واتقابض علي وانا خارج باثنين ونص مليون دينار ليبي انت هنا بتضرب تقريبا في حوالي اربعة ونص جنيه تعرف الرقم قد ايه يعني وخدتهم منين دول قال لي من خزانة الامير بتقولوا يعني سرقتوا لو تتذكروا اللقاء موجود يعني عرضنا قبل كده على الهوى كذا مرة قال لي اه بتقول ليه قال لي عشان نصرت منه على مراتي وعياني بس خلاص جماعات الاستخدام يعني هي جماعات تستخدم الدين وشعارات جميلة ظريفة لطيفة براقة يغسل بيها الادمغة والعقول ويسيطر بيها عن الناس لكن شو عاد حرمية في بعض طيب